السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد معي راسين كويزين طبق اليوم هو سمك المارلون فلفور بتتبيلة بزف بنينة ايضا زدوا معه شوية خضرة اللي هي البطاطا الفلفل وايضا طماطم راح جي وصفة بزف سهلة وبنينة نبدأ مباشرة في طريقة التحضير والمقادير ناخذ سمك المارلون نقاوح بعد ما نكون وغسلناه جيدا من برا نفتحوه من داخل بهذه الطريقة نحاولوا الراس يمكن تحتافظوا بالراس على حساب الرغبات تاكم نحاولوا الأحشاء اللي فيه من داخل وايضا نحاولوا هذا الشوك اللي فيه السلسول اللي فيه كما راني نشوفوه راح يجيكم ساهل باش نحاوله بهذه الطريقة نقاوح جيدا ونحاولوا أيضا هذا اللي من فوق هذا اللي من فوق اختياري يمكن تنحاوه يمكن تخليوه نتحصلوا على هذا النتيجة نقاوه كامل بنفس الطريقة نسخنوا الفور على ميتين درجة بعد ذلك ناخذوا بلاتولي يمشي في الفور نحطوا فيه زوج ملاعق كبار من زيت زيتون يمكن تستبدالها بالزيت العادي زيت المائدة بعدها نقطعو حبه فلفل حلوه بهذه الطريقة نزيدو حبه بصل أيضا مقطعه هذا راح نفرشوه من أسفل سمك المارلون بعد ذلك نزيدو طماطم مقطعه هي الأخرى أرقيقة هنا هذ الخضراء كتطلق المتاحة ما تخليش سمك يلصق في انتحت في البلاتو بعد ذلك نستفو سمك المارلون بهذه الطريقة على كامل الخضران نغطيو به الخضر اللي كنا قدرناها من أسفل اللي هو مع طماطم والفلفل والبصل بعد ذلك نحطو فوقه حبه بطاطا بعد ما كنا قشرناها وغسلناها نقطعوها ضوائر بهذا الشكل نستفوها كامل على السردين هنا يمكن نستعملوا أيضا معه الكورجات أو القرعة نزيدو نستفو باقي حبة علف الفلفل الحلو اللي كنا قطعناها رقيق ضوائر الرقاق ثم نروح نحضروا الشرمولة ناخذ زوج حبة ثوم نسكرفجوهم رقيق نزيدو لهم زيت الزيتون زوج ملاعق كبار يمكن نستبدلوها بزيت المائدة نضيفو نصف ملعقة كبيرة من الخل باش نقصو من رحة السمك ملعقة صغيرة من الفلفل الحمر الحلو أو التحميرا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الكمون المرحي الملح وأيضا المعدنوس والقصبر مقطعين رقيق نخلطوهم كامل مع بعض حتي يتجانسوا نزيدو لهم كمية قليلة من الماء حوالي نصف كاس نخلطوهم جيدا بعد ذلك نفرغوهم على السردين اللي كنا حطينا معها الخضراء والبطاطا نغطي البلاطو ونحطوها في الفورق ونعلى ميتين درجة من تحت ومن فوق حوالي ثلاثين دقيقة بعد ذلك نتحصلوا على هذه النتيجة كما رانا نشوفو الميرلون طاب بطريقة جيدة بلا ما يتفتت تحصلوا على هذه النتيجة ذوق التعوه راح يجيء بزاف بنين وايضا البطاطا تكون طابت لانه تاخذ تقريبا نفس الوقت اللي يطيب فيه السمك ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها بإذن الله وإلى اللقاء مع وصفة جديدة معي راسين كويزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا